انت بقى وانت رايحة الولايات المتحدة رايحة تلعبي في فريق جامعة كاليفارنيا حدفك ايه بقى؟ يعني انت بتفكري في ايه في اللي جايش؟ انت خلال دي ستب زي ما كان ودي داجل ستب بالنسبالك زي ما لجونك هتستب بالنسبالك الخطوة اللي جاية بتفكري في ايه؟ عايز توصلي لحد فين؟ انا من زي ما قلت من واحد صغيرة هذا في ان انا احترف وان انا اكمل فكورة طول ما انا محبة اللعبة اكمل فيها فانا من الاول وانا مقرر ان انا عايز انا في اوروبا بس وانا جاي اقدم حسيت انا جالي كذا كذا من اوروبا وحاجات كده جالك من اين تاني؟ من بلاد ايه؟ مش نازل من جمعات ايه؟ لا يعني كذا بلادين في اوروبا في اوروبا بس انا قررت ان اروح امريكا عشان اشترك غير اللي انا ممكن اخدها في اوروبا يعني حاجة اوروبا برضو كلها تكنيك الاكتر او كده فانا قررت ان انا اخد طريق اطول ان انا قعد لسه اربع سنين في جامعة واروح لأوروبا بعدين انا شايف ان انا ممكن يجي دي اوفرس تانية زي ما جالي بعد اربع سنين قدام ان شاء الله او انت بتدريسي و بتلعبي معنا طيب الفراء الكبيرة يعني انا عارف اللقتي مثلا برشلونة من الفراء الكبيرة في الكورة النسائية ايه الفراء التانية اللي انت نفسك تبقي فيها مثلا برشلونة معروف اللقتي ان اسمي كبير او كان افضل فريق في هذا العام في الكورة النسائية ايه من الفراء التانية اللي احنا ممكن ان انا مش عارفين انها متفوقة في الكورة النسائية او ممكن مثلا بي اس جي ليفر بول ايه برضو فراء الاسمياء كبيرة اوي وانت بتلعبي في مصر كان اكيد مع الدجلة اول جوانا شايفة لعيبة عاملين زي كده انت شايفة مثلا انت متفوقة او تقدار تلعبي في اوروبا في لعيبة تانية كنت شايفاهم يقدروا يلعب في اوروبا من زمالك او طبعا يعني شايفة ان الكورة تحسنت اوي في مصر كورة نسائية او كورة نسائية تحسنت اوي في مصر وشايفة ان كبيرة اوي لكل ناس مفيش حاجة تفرق لعيبة عالتانية بس انت مين اللي كنت شايفة تقولي مثلا ايه لا دي تطلع اوروبا بمرتاح او تطلع في اي دورة في العالم او لا شايفة فيه لعيبة كتير قوي نادين غازي نهيرة من نطارق فيه لعيبة كتير قوي طيب على مستوى منتخب مصر انت حدفك طبعا اكيد منتخب مصر الفترة اللي جاية منتخب مصر كتكوين انا عارف ان الناس في التحاده كل الوقت شغلين على فكرة ما عندنا منتخب مصر نسائية منتخب قوي ودلوقتي عدد كبير من الاندية يشتغل على كرة نسائية بشكل محترم شايفة فرصيتك لمنتخب مصر في المستقبل عامل ازال حد اتكلم معاك انا كنت موجودة مع منتخب مصر تحت عشرين في تصفيات كاس عالم وكنت موجودة مع لما لعبنا تونس في تصفيات افراكيا ويعني صراحة احنا الحمد لله ما كملناش بس شايفة ان احنا في الفيوتشر عندنا امل يعني لو كملنا التدريب زي ما احنا ان شاء الله نكسب وفي برضو بطولة ان شاء الله قريب ليه او بلاش ايه امتى نشوف عندنا منتخب كرة نسائية منتخب قوي احنا عدنا فترة بصراحة بعيد بعيد اوش حاس ان قريب في المستقبل مستقبل بعيد او مستقبل قريب بصراحة كله كله حسب احنا هنبنعمل ايه دلوقتي يعني طالما احنا مقافين تمرين مش هنيوصل لحاجة لازم نكمل لازم نقبق مستمرين على نفس الريتم لو عالقل نتمرن كام تملينا في الشهر يعني عالقل الفريق يكون عارف بعضه بس مش طبيعي ان قبل كل بطولة ابقى اسبوعين ولا حاجة هنخسر اكيد بس شايفة ان في المستقبل قريب ممكن نعمل حاجة لو دوسنا على نفسنا وكملنا وبعد البطولة اللي هنخسرها الاولانية دي نكمل مش نقف عندها نكمل بعدها انا انت بتقول لي انه لازم يبقى فيه تدريبات على طول المنطقة نازم يبقى فيه معسكرات لازم يبقى فيه مباريات ودية عشان تقدروا تبقوا مع بعضه طول الوقت تنساجموا مع بعضه بشكل كويس